قام الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين تابع خلالها عددا من الأنشطة التدريبية التي تنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها كما أدار حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالآداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادئة وسرعة اتخاذ القرار وأوصى الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التي سيكلفون بها في المستقبل حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة